أعرب وزير الخارجية في صنعاء هشام شرف عن جدية جماعة الحوثي في تحقيق السلام مع دول الجوار اليمن داعياً إياها للبدء في بناء علاقة ثنائية وقال شرف إن القيادة في صنعاء تعي أهمية الأمن الجماعي لدول المنطقة ومعرفة العدو الحقيقي والتكاتف في مواجهة في إشارة إلى إسرائيل داعياً دول الجوار لثقة بأن صنعاء جادة في تحقيق سلام دائم مع شعوبها وأنظمتها كما دع دول إلى البدء في تأسيس علاقة ثنائية مع جماعته على أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنافع المتبادلة مشيراً إلى أن وجود يمن مستقر ومزدهر لا يشكل تهديداً لأي طرف وهو عامل أمن واستقرار لكل دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر